هي منارة للإبداع، منبر للفن والثقافة، صرح للفكر ونشر الوعية، سمها ما شئت، وصفها بما تريد، لكنها بلا شك، تكسيد بسيط للمسافة بين الحلم والواقع. هذا الحلم الذي تحقق على صخرة الإرادة المصرية، فأصبح حقيقة ملموسة هنا وهناك وفي كل ربوع الوطن، كهذه المدينة، مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي خرجت بالجهد والتصميم إلى النور على طريق مصر التنمية والمستقبل. تضم مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة داراً للأوبرا، تحتضن ثلاث قاعات، أكبرها مصرح الأوبرا والبالي ويتسع لألفين وخمسمائة مقعد، وقاعة الدراما التي تتسع لسبعمائة مقعد، وقاعة الموسيقى التي افتتحها رئيس الوزراء وشيدت وفقاً لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية. في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم حفلات موسيقية رفيعة المستوى للجمهور المصري والإقليمي والدولية، حفل مبهر هو الذي شهدته قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة، وأحياه واحد من أبرز قائد الأوركسترا في العالم، الموسيقار ريكارد روموتي بمشاركة أوركسترا فيينا الفيل هرموني، وهي واحدة من أرقى الأوركسترات في العالم أيضاً. حفل وإن أثبت أن مصر كانت وما زالت وسط ظل دوماً منارةً للفنون والثقافة والإبداع، فإنه يعكسه جوهر هذا المشروع الحضري الذي يحظى برعاية فائقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد كم تستهدف مصر بناء البشر قبل الحجر. من هذا المنطلق تحديداً جاءت إقامة المدينة التي شيدت على مساحة 127 فداناً، تكسيداً لتوجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري وجدانياً وروحياً، وتنمية حسه الجمالية وتعزيز قيم الثقافة والفنون الرفيعة، حيث تضم عدداً من المتاحف والمسارح ومراكز الإبداع والحضائق، بما يجعلها بيئة مثالية لتوطيل الفنون وجذب الإبداع من كل صوب وحدبة. وكما هو الحال في مصر الجديدة وعاصمتها الإدارية، فقد جرى إنشاء مدينة الفنون والثقافة في معدلات زمنية قياسية، وعلى مستوى وطيرة وتناغم وتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية، لتصبح محط أنظار الشرق الأوسط والعالم، لتخطيها نظراتها من مدن الثقافة والفنون، من حيث الإنشاءات والإمكانات وأرقى التصميمات المعمرية.